موجز للأخبار أهلا بكم ونبدأه بهذا الخبر العاجل الذي أفدنا به قبل قليل من مصادر فلسطينية وإسرائيلية قالت إن حدثا أمنيا وقع بالقرب من مستوطنة حلميش بالضفة الغربية وبدأ عند إطلاق أو رشق عدد من شبان الفلسطينيين سيارة للمستوطنين بالحجارة ما أدى إلى إطلاق النار باتجاههم من جانب المستوطن وقال الجيش الإسرائيلي إنه يدرس تفاصيل وحيثيات الحدث الأمني قبل ورود أي بيان